علاق تقلب المزاج وكيفية التحكم فيه من الطبيعية جدا بسبب ضغوطات الحياة أن يعاني الناس من تقلب المزاج خلال اليوم ولكن استمرارها لفترة طويلة ينتج عنها الكثير من المشاكل فهو يؤثر على العلاقات الاجتماعية والشخصية ولحسن الحظ يمكن التعامل والتحكم مع تقلب المزاج أولا عليك تحديد سبب تقلب المزاج أول شيء يجب أن تبدأ في معرفته هو تحديد سبب تقلب المزاج لأنه يمكن أن يكون أحد أعراض مشاكل طبية معينة وعند تحديد السبب تتمكن من التعامل بشكل صحيح على سبيل المثال إذا كنت تعاني من الاكتئاب تحتاج الحصول على مساعدة متخصص وإذا كان السبب هو الطعام أو أسلوب الحياة يمكن إجراء بعض التغيرات المفيدة من أجل التحكم في تقلب المزاج ثانيا يمكنك الحصول على مساعدة متخصص الإصابة بتقلب المزاج المتكرر يؤثر على حياتك وخصوصا عائلتك بشكل رهيب لذلك من الأفضل رؤية الطبيب لكي يحدد لك التشخيص السليم والعصور على السبب الحقيقي لتقلب المزاج ووصف العلاج الصحيح والذي قد يشمل الأدوية أو العلاجات الطبيعية أو الإثنين معا ثالثا البحث عن الأنشطة التي تساعدك إذا كان سبب تقلب المزاج هو المشاكل العاطفية أو النفسية حاول قضاء وقت في ممارسة الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء والمحافظة على التركيز كما يمكن عند ممارسة هوايتك المفضلة أن يساعدك ذلك على الشعور بالهدوء والاسترخاء رابعا التحدث مع العائلة والأصدقاء في حالة حدوث تقلب المزاج كثيرا يجب أن تخضع للعلاج والأدوية حتى تساعدك في تقديم الدعم التي تحتاج الحصول عليه مناقشة حالتك مع عائلتك وأصدقائك يساعدك في تجاوز هذه المشكلة عندما تتعامل مع تقلب المزاج سوف يكون هناك تغيرات في سلوكك وحياتك ولا تدع هذا يؤثر على علاقاتك الشخصية حاول الحديث مع عائلتك وأصدقائك حول ما يحدث لك لكي يفهموا سبب التصرف بطريقة معينة حتى يتصبح أقل عرضة للإساءة أو الخلط للتصرفات التي تصدر منك أما الطريقة الخامسة استخدام بلسم الليمون أحد العلاجات المنزلية الفعالة لتقلب المزاج إذا كان الشخص يعاني من تقراره هو استخدام بلسم الليمون ليومين أو سلاس أيام حتى يوفر لك الراحة اللازمة لتقلب المزاج سادسا شاي الكرفة إضافة أثنين من عصى الكرفة إلى كوب واحد من الماء مع غلي الخليط جيدا ثم تصفيت الكرفة للحصول على شاي الكرفة تجهيز بضع أكواب للحفاظ على العقل والسيطرة على شدة التوتر وتقلب المزاج أيضا تناول شاي الباب سابعا استخدام أوراق الريحان الحصول على ثلاثة إلى أربعة أوراق ريحان وغليها في الماء حتى يصل الخليط إلى النصف ثم القيام بتصفيت الخليط وتناوله مرة واحدة على مدار اليوم ثامنا استخدام الشوفان دقيق الشوفان واحد من العلاجات المنزلية التي تساعد في القضاء على تقلب المزاج خصوصا عند النساء تاسعا مصحوك الكرز أغز ملعقة صغيرة من مصحوك الكرز على ملعقة صغيرة من العسل وتشكل عجينة بهذه الكميات الصغيرة وتناول ملعقتين أو ثلاث ملاعق في اليوم الواحد للحد من تقلب المزاج وتحقيق استرخاء العقل أما الطريقة العاشرة والأخيرة استخدام الشاي سواء كان الشاي الأغدر أو الأسود كلاهما علاجات مفيدة لتقلب المزاج أكواب الشاي تعمل بسهولة على منع التغيرات المفاجئة في المزاج بسبب الإرهاك البدني والعقلي ويفضل التحليب العسل بدلا من السكر أو تجهيز الشاي بالحليب أيضا من الخطوات الفعالة في التعامل مع تقلب المزاج ترجمة نانسي قنقر